انا لسه كنت صغير يعني ما كنتش كبير قوي ما كنتش انفورفد قوي في النادي الاهلي بس انا فاكر كنا كلنا بنتكلم ان لابد قانون الرياضة يتغير فاللي حمل موضوع تغيير قانون الرياضة ده كان النادي الاهلي ويمكن المستور محمود فهمي عمل قانون للرياضة وراح ده مشروع وروح قدمه كان اياما كابتن صالح رحمة الله عليه نرجع بقى تاني ايام انا بقى اياما كابتن حسن حمدي انا شرفت ان انا اكون موجود في اللجنة 2008 الاول احنا كنا عايزين نغير الليحة بتاعت يعني ما ينفعش النهاردة ان النادي الاهلي يبقى بيدار بلايحة مفروضة من الوزير وكنا نتكلم بالزبط لا يعني كان في وقت قبل القانون وقبل الليحة الاسترشادية كنا محكمين باللايحة ونادي مع حفظ النادي الاهلي زي اي مركز شباب فما كانش ينفع النهاردة الاهلي بعظمته بكيانه بجمهوره بالعابه بثقله يبقى هو بيدار بلايحة مفروضة من وزير وكلهم على حسب اهواء والنهاردة بكرا الوزير مش مبسوط من مجلس داتنا اللي اهلي يطلع يحله لان كان موجود في اللايحة كده اننا لو اي حاجة اجي حاجة نتضرب الحقيقة في السنوات الاخيرة باستثناء الفترة اللي تولى فيها المهندس خيدي عبدالعزيز مقبل تضرب كبير في اللوايح الحقيقة كذا لا يحصل بالزبط على ما انا بقول لك كل وزير بييجي بيحط اللايحة على هوا فبالتالي النادي الاهلي وشاركنا يمكن في 2011 بعد الثورة كان المهندس حسن سقر كان عامل ورشة وكنت انا يمكن انا كابتان حسن كان عمل لجنة كان بلاست برضى مصشار محمود فهمي وكنت بشرف ان انا اكون موجود فيها وكان معايا يمكن زملتي رانيا علواني وكان معانا المصشار قسامة انديل اللي هو الحقيقة يعامل مجمود كبير تبينمش المصشار قسامة هو المصشار علاء الحقيقة وكان معانا كمان دكتور سعد شلبي والحقيقة عملنا لايحة محترمة جدا وكان النادي الاهلي سباق ان هو يعمل لايحة وكننا اكتساب اخدنا اللايحة دي من برشلونة برشلونة جبنا لايحة بتاعت برشلونة واحنا كان اياميها كنا عندنا علاقة كويسة ببرشلونة من ايام كنت انا في لجنة الاندية وكان جوال لابورتا وكننا يعني على علاقة كويسة هنتكلم عن الجزء ده لانه دا اعتقدت من السؤول عن ملاف العلاقات الخارنية فعملنا لايحة محترمة جدا ودعينا الجماعية العمومية والحقيقة وعدت اللايحة لكن في ذلك الوقت لم تعتمد لم يعتمد شوف يعني انت متخيل انت عايز تمشي لان احنا كنا اكتر ناس بالنادي تغيير قانون الرياضة في نفس الوقت تغيير اللايحة علشان لابد من انك انت تعطي عضو الجماعية العمومية مسئوليته في انه يدير ملفاته يدير فكيانه ما ينفعش يفرض عليك بحد وكنا اكتر ويمكن احنا اتهاجمنا وقالك بالجأة للجنة الأولمبية الدولية والاستقاق بالخارج والكلام ده كله لكن شوف سبحان الله اللي احنا كنا بالنادي من التسعينيات بيطبق الان ولازم نشكر الوزير خالد عبداليش انه هو بالرغم ان طبعا القانون فيه ثغارات كثيرة لكن حقيقة راجع عمل عمل الفكرة الفكرة انه هو يغير القانون فدي كانت حاجة تحساب له فالنهاردة احنا عملنا لايحة قبل الانتخابات نفس المشكلة في مجلس المهندس محمود طهر لايحة برضو راحت الجامعة العمومية صواتت لكن بعد القانون المهندس محمود طهر مشكور حقيقة مع مجلس إدارته عملوا لايحة كويسة لكن للأسف الإجراءات بتاعتها كانت يمكن مخالفة تبقا للموثيق الأولمبية أو تبقا لجنة الأولمبية والجهة الإدارية في ذلك الوقت فلم تعتمد فإحنا عملنا إيه شريف إحنا جبنا اللايحة بتاعت الكابتن حسن حمدي اللي أنا كنت بشرف إن أنا أكون موجود في هذه اللجنة اللي عملتها مع اللايحة بتاعت المهندس المحترم محمود طهر محمود طهر وخدنا يعني عملنا زي إيه مزيج منها شفنا إيه المناسب واللي عملناها بقى متالي حاجة مسبوق يعني ده سبق وأنا يحسب برضو للكابتن محمود الخطيب بمجلس إدارة إنك إنت النهاردة أي لايحة العضو الجماعة بيروح يسوط عليه في أي نادي آخر يعني في أي نادي آخر أنت بتدعوه للتصويت بتدعوه للتصويت لكن هو ممكن يبقى عنده عشرين تلاتين بند مش عاجبه واربعين بند عاجبه فيضطر يسوط لكن هو في حاجات مش عاجبية إحنا عملنا إيه إحنا عملنا حراك عملنا بقت أكن الجمعية العمومية بتسوط على بند بند لإنك إنت النهاردة أما حطيت اللايحة أو مشروع مسودة هذه اللايحة وطرحتها لعضو الجمعية العمومية جالك أكتر من تلات تلاف وخمسمائة اختراح وغيرت إنت حوالي يمكن واحد وثلاثين مادة ولغيت بعض المواد بناء عن طلبات عضو الجمعية العمومية فبالتالي يا شريف أكن عضو الجمعية العمومية اللي حيروح يسوط يوم تمانية وعشرين ما بيسوطش على لاحقة كلها بيسوط على مادة مادة بأولادي وهو راجع اللايحة وطلب تعديلات واستجيب لطلبه طالما أنه كان فيه توافق مع القانون والمثاق الأولمبي ففي النهاية الراجل لما بيروح يسوط على اللايحة فهو موافع على كل بنت وهو شارك فيها يعني بغض النظر أنك إنت يعني النهاردة إنت حتى المعارضة يعني حتى الناس يعني مش عايزة أقول معارضة حتى الناس اللي اللي عندها تباين فقط المختلفة يعني مثلا الدكتور ولي الفيل أنا حضرت أشوفت الحوارة اللي ما بينك وبينه حاجة محترمة جدا هو ده النادي الأهلي يعني أنت النهاردة بتقول أنت بتعمل دستور النادي الأهلي اللي مش بتاعنا احنا ده بتاع مستقبل نادي يعني أنا عايزة أقول أن العضو الجامعية العمومية اللي إن شاء الله حيروح يوم 28 وأنا دايما براهن على العضو الجامعية العمومية صح لأن عضو الجامعية العمومية في الوقت المزبوط بيظهر يعني لو شفنا الانتخابات اللي فاتت جالنا فوق الأربعين ألف واحد يصوى دي معجزة دي معجزة في عشر ساعات فأنا بقول أنا بقول إن شاء الله بإذن الله أنا دايما براهن على العضو الجامعية العمومية لأنه هو النهاردة بيسطر تاريخ للنادي يعني أنا عايزة أقول أي حد هيشارك في هذا المحفل اللي بعتبره هيبقى عيد للأهلوية سواء جامعية أو عضا جامعية العمومية اللايحة دي أنا لو أنا أخدها كده وحطها عندي في في الدولار فعلا على علينا كأعضا جامعية العمومية بالضبط يعني يعني عارف إزاي أنت بتتكلم على دستور مهم دستور وده كمان اللي بيعرف الوضو داخل النادي وواجباته ودوره والباسئولية اللي ملقا على عاتقه لأن احنا دايما بنقول يا باشوانس خايد وعفا أن مؤتد حضاك أنه عضو الجامعية العمومية في النادي الأهلي وهذا الشرف العظيم بيمثل ما بيمثلش نفسه ولا أسرته ده بيمثل عشر تلاف عشر تلاف في تقدير إنه عشر تلاف تبتكلم على سبعين مليون سبعين مليون سبعين مليون بالضبط كده فكل عضو في النادي الأهلي كل صاحب صوته بيمثل عشر تلاف نفسه يحدي صوتك بألف صوت فحقيقة عضو الجامعية العمومية بتاعد نادي الأهلي أنا أفتكلم دايما مقولا والدي كان يقولها رحمة الله علي عظمة مصر في النادي الأهلي عظمة مصر في عضو الجامعية العمومية لأنه هو ده دخل النادي الأهلي عظمة مصر في جمهور النادي الأهلي مهودة الكيان اللي وقيف صامد هو كمان مصدر السعادة يعني مازال محافظ على القيم والتقاليد الرائعة المصرية الأصيلة. وكمان مصدر سعادة المصريين كلهم. مش بسر النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. وربنا يكرمنا إن شاء الله يعني عملنا نتيجة مرضية مبارح. وربنا يكرمنا إن شاء الله في اللي جاي. هنتكلم عن الماتش والسلام والجمهور.